الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع مبارح تابع في موقف تنفيذ مشروع سكن كريم وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أكد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروع سكن كريم واللي بيستهدف تحسين حياة المواطنين في القرى المستهدفة وقال إن تكامل هذه الجهود هي ضمانة رئيسية لنجاح خطط التنمية وتحقيق متطلبات المواطنين أيضاً مبارح دكتور مصطفى مدبولي استعرض مقترح من شركات مقصرية للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتحليط مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة هذا المقترح بيتضمن شراكة لإنتاج مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلة ورئيس الوزراء قال إن الدولة المصرية حريصة على دعم شراكات القطاع الخاص الجدة واللي بتوفر عروض تنافسية تحقق أقصى استفادة ممكنة للدولة والمواطن لسه مع أخبار مجلس الوزراء مبارح دكتور مصطفى مدبولي تابع ملفات عمل وزارة الزراعة وخلال اجتماعتها متأكيد على أنه تم تشكيل لجان في بعض المحافظات عشان تكون مسؤولة عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية القرار ده ساهم إلى حد كبير في خفض التعديات نظراً لتحديد المسؤولية مباشرةً في أعضاء هذه اللجان نروح مع حضراتكم للمركز الإعلامي المجلس الوزراء والحقيقة نشاطه الجاد في متابعة الأخبار اللي بتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من ضمن هذه الأخبار اللي انتشرت على هذه المواقع انتشار أدوية مخشوشة في الصيدليات تتسبب في الوفاء خلال أيام المركز تواصل مع هيئة الدواء المصرية واللي قالت أنه كلام ده كله غير حقيقي بالمرة وأنه جميع الأدوية اللي موجودة في الصيدليات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية صالحة وآمنة وبتخضع لعملية فحص ورقابة مشددة سواء في عملية التصنيع أو الإنتاج وعملية التوزيع